قبل أشهر جاء أحد أبنائي إبراهيم والله كم فرحته فرحت بهذه اللفتة منه أكثر بالله من نجاحي في تلك المادة أقول لي بابا أنا أخذت المادة الفلانية أينزي واحد أبتاز بارك الله فيك بابا الله يفتع عليك أحسن واحد كنت قال لي لا بابا فلان كان أحسن منك وبكل فرح يقول هو يضحك إبراهيم كيف أنت الأول؟ قال بابا هو واحد الأول بلس كمان أعطيه بلس يعني فهو أفضل مني بابا ويضحك وهو مبسوط أنه هذاك أفضل منه أخذته أدموعي تطرق رق قلت لأمي أقسم بالله هذا لأمي أفضل من نجاحي عندي عشر مرات طبعا شجعته على هذا هو لا يفهمني أنه فرح بهذا وهكذا نفسيته طيبة يفرح أنه لا زميله هو أحسن منه بابا فرحانوها هذا شيء جميل ياريت الرب أنفسنا أولادنا بالذات على مثل هذا الخلق لذلك أنتهزوها فرصة لأقول بين مزدوجين إياكم وإياكنا أن تبدأوا البداية الغلط مع أولادكم أبنائكم وبناتكم بإدخالهم بإقامهم في مقارنات إياكم أنتم تشعرون بهذا الحسد في قلوبهم مذنعومة أظفارهم كيف يعني؟ يعني إياك فهم ابنك تقول له ليش فلان أفضل منك؟ ليش صاحبك فلان أفضل منك؟ في أي شو أحسن منك؟ أنت عندك الماء عنده متوفر لك كل شيء ليش هو جاب أحسن منك؟ شوف أخوك شوف أخوك جاب الأثنين أخوه دائماً الأول دائماً واحد ليش؟ في أي شو أحسن منك أخوك طيب؟ إياك بالطريقة التي تعلمه أن يحسد أي أخاه وأن يحسد زميله وثم يحسد العالمين أفسدت عليه حياته إياك أن تفعل هذا إياك لا تدخله في مقارنة إطلاقاً إذا أردت أن تشجعه وأن تبعث فيه لما على الفكرة وهذا أسلوب نفس سيكولوجياً في سيكولوجيا التعليم هذا يدمر الطفل ما رأيك؟ هذا لا يشجعه سيدمره بالزيادة لا يتفوق علمياً أنا أحكي عن علم التربية في البيتاغوغيا في البيتاغوغيا أريدك تعلم أحسن تعرف ماذا تقول له؟ أقول ما شاء الله بابا اثنين ممتازة ثلاثة حتى ممتاز هناك أشخاص يجلبون أربعة هناك أشخاص يجلبون خمسة بابا حتى تتعلم ما شاء الله لكن بابا أسألك أنت تعتقد أنت لو درست أكثر ستجيب أحسن أنا بالنسبة لك أبو متأكد من هذا ما عندي شك أقول بابا نعم أقول له أكثر إن شاء الله المراجعي ستشوف بابا ستجيب أحسن وبس هذا هو للدخل في مقارنات ولماذا هو ولماذا أنت ولماذا أنت إياك فقط أفهمه أنك أنت دائماً يمكن أن تتجاوز ذاتك يا ابني ممكن أن تتفوق عن نفسك أنت ستجيب أحسن من ذلك أكيد بابا أنت ستجيب أحسن من ذلك فقط أسلوب صحيح في التربية ذاك أسلوب خاطر ما هو أسلّاً أكيد بدنا دراسات اجتماعية استروجية نفهم لماذا الحسد مستشري فينا في العرب مستشري كثير كثير وأنا أقول لك البداية الحقيقية من العزرة من الأب والأم ترى معظم مجالس الأباء والأمهات هي وهو وعن أخوه وعن جاره وعن ابن عمه وعن صديقه ستعلي سيارة بستين ألف لماذا يا حبيبي الناس ليس لاحقاً ماذا داخلك؟ أنت أخذ منك هو أخذ من جيبك قتلته أنه كيف هو عنده سيارة بعشر تلاف وهذاك بستين يا أخي الله يفتع عليه الله يسعده يفرح أنت إله والولاد يزمع طبعاً يزمع أبوه ثلاث ساعات يتكلم عن السيارة سيارة سيارة ستين ألف ويحمره وعند أخي كله أعطونا حبة الضغط يا أخي قتلون يا أخي قال ما شاء الله هو قتيل أخلاق هو قتيل حسد قال يعني العالم هذا اللا أخلاقي قتله ورجعنا أخلاقيتك أنت والله لو كنت أخلاقياً وبصدق وممكن تذبحك الذبحة الصدرية بكاءً على أطلال الأخلاق لما حسدت ولما ذبحتك في هذا الصياق ما رأيك عاد؟ قسم بالله ولما رأيتك في هذا الصياق بالكامل أصلاً ليس ستكون هكذا الأخلاق ليس ستكون هكذا بالعكس كما قلت لكم بفرح للناس ويرجوا لهم الخير كل الناس ويعمل على هذا كمان كم أحتقر أنا الرجل أو المرأة اللي عنده طريقة يُعمِّم بها الخير ثم هو إيش؟ يحتجنوها لنفسه يحتجنوها يعني يحتكروها